تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السهر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 59 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السهر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 38 طن كما تم ضبط 11 طن أسمنت في مجال البيع بأزياد من السهر لمواد البناء أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 607 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و182 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 15 طن أقماح محلية فيما يحجى لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية اشتركوا في القناة